مرحباً بالجميع أحد من أهم الاكتشفات الأثرية منذ مقبرة توتي عن خآمونة أعلن عالم المصريات الشهير زاهي حوص عن اكتشاف المدينة الذهبية المفقودة بالقرب من الأقصر يوم الخميس وقال إن هذا الاكتشاف هو أكبر مدينة قديمة تعرف باسم آتونة تم اكتشافها في مصر على الإطلاق تم اكتشافه في غضون أسابيع من أعمال التنقيب التي بدأت في سبتمبر 2020 يعود تاريخ المدينة إلى عهد أمن حتب الثالث أحد أقوى الفراعينة في مصر والذي حكم من عام 1391 إلى 1353 قبل الميلادي استمر استخدام المدينة من قبل الفراعينة أيواتوت عن خآمونة الذين اكتشف عالم الآثار البريطاني هاوت كارتر قبرهم في وادي الملوك في عام 1922 وقالت بيتسي برايان أستاذة علم المصريات بجامعة جونز هوبكنز في بلتي مور بالولايات المتحدة إن اكتشاف هذه المدينة المفقودة هو ثاني أهم اكتشاف أثري منذ مقبرة توتي عن خآمونة وقالت إن المدينة ستعطينا لمحة نادرة عن حياة قدماء المصريين في الوقت الذي كانت فيه الإمبراطورية في أغنى حالاتها كشفت الحفريات عن عدد كبير من المكتشفات الأثرية القيمة مثل المجوهرات والفخر الملونة وتمائم خنفساء الجعراني وطوب الطين الذي يحمل أختام أمن حتب الثالث بدأ الفريق أعمال التنقيب على الضفة الغربية للأقصري بالقرب من وادي الملوك على بعد 500 كم جنوب العاصمة القاهرة في غضون أسابيع ومفاجأة الفريق الكبيرة بدأت تشكيلات من الطوب اللبنة تظهر في جميع الاتجاهات ما اكتشفوه هو موقع لمدينة كبيرة في حالة جيدة للمحافظة عليها بجدران شبه مكتملة وغرف مليئة بأدوات الحياة اليومية نقطة الآن بعد سبعة أشهر من بدء الحفري تم الكشف عن عدة مناطق أو أحياء بما في ذلك مخبز وحيى إداري ومنطقة سكنية العديد من البعثات الأجنبية بحثت عن هذه المدينة ولم تعثر عليها قدته وتجرى المزيد من الأعمال الأثرية في الموقع ويتوقع الفريق الكشف عن قبور لم يمسها أحد وملئة بالكنوز تسعى مصر إلى الترويج لتراثها العريق لإحياء قطاع السياحة فيها الذي ظل متعثرا بعد سنوات من الاترابات السياسية والاترابات الناجمة عن جائحة فيروس كورونا في الأسبوع الماضي حملت مصر رفات حكام بلادهم القدماء عبر القاهرة في موكب تاريخي شهد المشهد الفخمي نقل 22 مومياء شرطة واحد ثماني ملكا وأربع ملكات من المتحف المصري الكلاسيكي الجديد إلى المتحف الوطني الجديد للحضارة المصرية على بعد حوالي خمسة كيلو مترات كان أمن حطب الثالث وزوجته الملكة تي من بين المميوات التي نقلت إلى المثوى الجديد شرح إعلامي شهد ثمانية عشر ملكا وأربع ملكات تم نقلهم بعناية إلى متحف جديد في القاهرة في استعراض مبهر شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة